التجديد ومراعات ومواكبة العصر ومتطلباته أكيد موجودة في هذا القانون طبعا الفكرة كلها هي فكرة مستحدثة وفكرة تقدمية جدا ليه فكرة مستحدثة؟ لأن كان طول الوقت ما بيبقاش فيه شكل من أشكال أو آلية للتعاون ما بين جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في كافة المجالات النهاردة حضرتك وضعت آلية بقانون لعمل شكل من أشكال التكاتف ما بين مؤسسات المجتمع المدني والأهلي وفقا لرغبتها في الانضمام من عدمه بمفهوم يعني لو في مؤسسة من المؤسسات أو جمعيا من الجمعيات عندها رغبة في الدخول في هذا التحالف أهلا وسهلا الدخول إليه اختياري فبالتالي حضرتك رعيت ما بين استقلالية العمل الأهلي من ناحية ومن ناحية أخرى رعيت بفكرة التكاتف والتوازن في مسألة العمل الأهلي والتناغم واللي يوصل لكل المستحقين كل الخدمات اللي بيقدمها هذا التحالف فبالتالي هي فكرة مستحدثة آلية جديدة هدرت بشكل أو بآخر حتى وقتنا هذا من إطلاق التحالف من عام تقريبا لغاية النهاردة في عمل حالة التناغم المفقودة ما بين مؤسسات المجتمع المدني بعضها البعض مؤسسات المجتمع المدني والحكومة والمبادرات اللي بتطلقها الحكومة المؤسسات المجتمع المدني والحكومة مع القطاع الخاص والمسئولية المجتمعية فبالتالي فكرة مستحدثة فكرة تقدمية قادرة اللي هي تستوعب اتحط لها عدد من آلية اختيار لمجلس أمناء عندهم صلاحيات واسعة علشان يتسموا بالمرونة في اتخاذ القرارات والشغل خلال الوقت والمتابعة المستجدات ويبقى عندهم قدرة على التطور المستمع حلو جدا ده يقدر يساهم قد إيه في إصراع عملية أي عمل آلي أو تطوعي أو تنموي والوصول للفئة المستهدفة ده يساهم بشكل ضخم جدا زي يعني خلينا نراتب مجموعة من الأمور أو ندي مثال نبصاته للناس أحمد كان عنده درجة من درجات الاحتياج فكان بيتعامل مع الجمعية الفلانية اللي هي بتقدم له الخدمة بشكل معين لكن في نفس الوقت بيتعامل مع مؤسسة تانية ممكن تكون بتقدم له نفس الخدمة فأحمد بيتلقى الخدمة مرتين تمام بنفس الشكل من مؤسستين مختلفتين فقد يحرم آخر من أي شكل أولا يحرم آخر تمام من المساعدة اللي ممكن ياخدها من ويستحقها أحمد نفسه ممكن يبقى عنده إشكالية ضخمة لأنه هو بياخد نفس الخدمة مرتين لكنه هو محتاج خدمات أخرى بتقدمها مؤسستين فبالتالي لما يبقى عنده حضرتك قاعدة بيانات للجمعيات والناس اللي عندها درجة من درجات الاحتياج دي تقدر توفر لهم أكتر من خدمة بأكتر شكل من الأشكال فبالتالي يستفيد بأكبر عدد من الخدمات في نفس التوقيت أكبر عدد من المستفيدين تقدر تضموهم للخدمات اللي بيقدمها المجتمع الأهلي والتمامور كويس قوي طيب ده خليني أفكر معك بصوت عالي ساعات كنا نجد أنه مثلا مؤسسة ما يتعمل بهذا العمل الأهلي والتطوعي بتشتغل مثلا في تقديم الخدمات من نوعية ألف وغيرها بيشتغل على به غيرها بيشتغل على جيم إلى آخره بعد شوية نجد أنه المؤسسة قررت توسع شوية في تقديم خدمتها فبتشتغل على ألف وبيه وبعد شوية ألف به جيم هل القانون الجديد هيشتغل على مسألة التخصيص يعني خليك في ألف وركز فيه وده هيخليه في به ويركز فيه وده يخليه في جيم ويركز فيه عشان أعرف نسأ قدرتي على تقديم الخدمة لأوسع قواعد ممكنة خلينا أقولها لك باختصار شديد جدا أنت عندك قدرات مختلفة تمام بأدوات تمويلية عالية جدا لأن كل المؤسسات القوية داخل داخل بالتحالف فبالتالي تقدر تعمل خطة وتواكب خطة الدولة للتنمية المستدامة تمام فبالتالي تقدر تعمل عدد من الخدمات المختلفة بدون شكل من أشكال أنا كمؤسسة الفلانية هعمل ثلاث خدمات والمؤسسة لا بالعكس يحصل شكل من أشكال التنصيق في الخدمات فبالتالي يقدر يوصل لأكبر عدد من المستفيدين ويقدر يوفر ويلبي أكبر قدر من الاحتياجات المختلفة سواء كانت صحية سواء كانت اجتماعية سواء كانت اقتصادية لأن احنا عندنا إشكالية في حياة الأمر في عدد من المجالات يعني العمل الخيري والرعوي في عدد من المؤسسات بتشتغل فيه بشكل كبير لكن الجماعيات اللي بتشتغل على تنمية المهارات وتطوير المهارات ونشر الوعي بالتطوع وتأهيل الشباب لسوق العمل ده عددهم قليل جدا فبالتالي انت محتاج تحط استراتيجية واضحة يقوم بها التحالف لعدد من المجالات التنموية جزء منها الخيري والرعوي لكن جزء منها آخر تنمية مستدامة متعلقة ببناء الفرد وبناء قدراته وتأهيل شباب لسوق عمل وكذا فبالتالي تقدر تعمل كل هذه الأمور لأنها دور أصيل للمجتمع المدني من خلال التحالف بالقدرات المختلفة لأعضاء التحالف المنضوين تحت هذا القانون ترجمة نانسي قنقر